الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يسر أموركم وأن يتقبل منكم مناسككم وأن يصلح ذرياتكم وأن يبارك لكم في أوقاتكم وأموالكم كما نسأله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة وبعد فنقرأ في مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التهجد لعل الله عز وجل أن يرزقنا الأجر والثواب وأن ينيلنا الرتبة العليا وأن يجعل الملائكة تستغفر لنا فلعلنا نقرأ بعض الأحاديث التي أوردها الإمام في هذا الكتاب الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قال أبوائل قلنا وما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مشروعية صلاة الليل ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة وفي الحديث جواز أداء صلاة الليل جماعة إذا لم يكن ذلك على ترتيب وحصل اتفاق كما صلى بن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا وفي الحديث طول قيام الليل في الصلاة وأبوائل هو شقيق بن سلمة من التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود وفي الحديث أن بعض ما قد نستصغره ونستقله يكون كثيرا عظيما في أفهام غيرنا وأذهانهم حسن الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته وكان لا تشاو أن تراه من الليل قائما مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست حزة ولا حريرة ولا دباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة ولا عرفا قط أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث مشروعية صيام التطوع والإكثار من ذلك في جميع الأشهر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم ويسرد الفطرة وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصوم بعض الشهر ويفطر بعضه وفي الحديث قيام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه لأداء الصلاة الليل وقد أشر المؤلف إلى نسخ وجوب قيام الليل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنه يقوم وينام ولا يقوم جميع الليل وفي الحديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان لين يده والخزة والحريرة والديباج أنواع مختلفة من أنواع الحرير مشهورة بلينها والمسكة والعبيرة والعرف أنواع من الطيب وفي الحديث استحباب تعطر الإنسان ليخرج بالرائحة الطيبة التي تكون سبباً من أسباب عدم نفرة الآخرين من الإنسان أثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله أنحلت عقدة فإن توضأ أنحلت عقدة فإن صلى أنحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس وإلا أصبح خبيثاً نفس كسلان في هذا الحديث مشروعية قيام الإنسان لصلاة الليل وحرصه على أداء صلاة الفجر مع الجماعة وفي الحديث أن الشيطان يصد الناس عن طاعة الله ومن ذلك سعيه لإبعاد الناس عن قيام الليل وفي الحديث عقد الشيطان التي يعقدها على قافية رأس العبد إذا لم يصلي بالليل وفي الحديث أن العبد ينبغي به أن يكون نشيطاً وأن لا تؤثر فيه عقد الشيطان بقوله عليك ليل طويل فارقد وفي الحديث أن الطاعات تزيل تسلط الشيطان على الإنسان وفي الحديث أن من أسباب طيب النفس إقدام العبد على طاعة الله جل وعلا وأن من أسباب الكسل ترك الإنسان للطاعات بسم الله إليكم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح فقيل ما زال نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وفي الحديث الترغيب في صلاة الليل المراد بقوله حتى أصبح يعني حتى طلع الفجر وقوله ما قام إلى الصلاة يعني صلاة الليل ومن ثم ينبغي بالعبد أن يجعل له وردًا يوميًا من صلاة الليل فإن استطاع أن يجعله في آخر الليل وإلا جعله من أوله حتى يكون بذلك ممن دخل في باب التطوع بصلاة الليلة أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له في هذا الحديث مشروعية قيام الليل للصلاة والدعاء في الحديث إثبات نزول الله جل وعلا نزولًا يليق به جل وعلا بما لا تستطيع أذهاننا أن تتصور كيفيته وفي الحديث استحباب إكثار الإنسان من الدعاء في الثلث الأخير من الليلة وفي الحديث استحباب الإكثار من الاستغفار في الليلة ثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي في الحديث قص الإنسان لما يراه من الرؤى في ليلة خصوصا إذا كان فيها تبشير للآخرين وفي الحديث تذاكر الإنسان ما يؤديه مع غيره من أعمال صالحة كما تذاكر بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فضل الوضوء والطهارة في ساعات الليل والنهار في الحديث استحباب أن يكون الإنسان على طهارة في جميع أوقاته وفي الحديث استحباب صلاة نافلة عند كل وضوء واغتسال كما فعل بلال رضي الله عنه استدل بالحديث على أن صلاة الوضوء من ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ولذا قال في ساعة ليل أو نهار وفي الحديث أن الناس في الجنة يلبسون النعل والأحذية كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن علي بلال يعني تحريك أن عليني وفي الحديث أن العبد ينبغي به أن يقدم على أعمال طاعات تكون سبب من أسباب رجائه لفضل الله وإحسانه إليه أحسن الله إليكم قال عن أنس رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب إذا فترت تعلقت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد نعم هذا الحديث فيه مشروعية صلاة الليل لمن كان نشيطا وفي الحديث أنه يكره تشدد الإنسان في العبادة والطاعة وفي الحديث أن من تعب ينبغي به أن يرتاح من أجل أن يؤدي الطاعات براحة وحضور ذهن قد ورد في بعض الأحاديث قال لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه وفي الحديث إزالة ما قد يوضع من الحبال بين السواري في المسجد وفي الحديث أن من تعب في الطاعات والعبادات حسن به أن يستريح وأن يؤجل أداء أهل الطاعات إلى وقت نشاطه أثابكم الله قال عن أبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي ثودعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته قوله من تعر من الليل أي استيقظ في أثناء نومه من الليل وفي الحديث فضل من تعر من الليل فذكر الله جل وعلا وصلى في الحديث فضل هذا الذكر في الحديث البداءة بشهادة التوحيد عند ذكر الله جل وعلا وفي قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله إسناد القوة والقدرة إلى الله جل وعلا وحينئذ ينبه إلى ما قد يقوله بعض الناس من قول لا حول لا حول الله فهذه كلمة شركية لا يجوز للإنسان أن يقولها لأنه ينفي بذلك الحول والقوة عن الله عز وجل والحول مأخذ من التحول يعني لا يتحوى شيء من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى وفي الحديث استحباب الإكثار من دعاء الله سبحانه وتعالى وأن الدعاء بالليل حري بأن يستجاب له وفي الحديث تقديم ذكر الله تعالى بين يدي الدعاء وفي الحديث مشروعية القيام بالليل والوضوء وأداء الصلاة أثابكم الله قال رحمه الله عن الهيثم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أخلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع في هذا الحديث مشروعية بذل المواعظ والقصص من أجل تذكير الناس بالله عز وجل وتذكيرهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه وفي الحديث فضل عبد الله بن رواحة ومكانته وما كان يذب به عن الإسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا يقول الرفث يعني لا يقول القول الباطل ومن ذلك ما يتعلق بأمور النساء وفي الحديث الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بيان مكانته عند الله جل وعلا وفي الحديث الترغيب في تلاوة القرآن وفي الدعوة إلى الله وفي قيام الليل كما وصف ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفي الحديث مشروعية القيام في الليل لطاعة الله جل وعلا وكما وصف ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حسن الله إليكم قال عن ابن عمار رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر في الحديث فضلوا ليلة القدر ومكانتها حتى أن الصحابة كانوا يهتمون بها وفي الحديث أن الإنسان قد يرى ليلة القدر في منامه وظاهر هذا الحديث دليل على أن ليلة القدر تنتقل في ليالي العشر وأنها لا تختص بليلة بعينها وفي تلك السنة كانت ليلة القدر في العشر الأواخر وفي الحديث من الفوائد تأكد ليلة السابع والعشرين في هذا الباب فإنها أرجى الليالي أن تكون ليلة القدر وفي الحديث تواطئ الرؤى على أمر يشعر بطمأنينة تجاه ما تواطأت الرؤى عليه وفي الحديث تحري ليلة القدر وبذل الأسباب لالتماسها في الحديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر وفي بعض الروايات في السبع الأواخر يعني في تلك السنة لأن الأظهر أن ليلة القدر تنتقل من ليلة إلى أخرى حسن الله إليكم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ثم يسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري أو آجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال ويسمي حاجته في هذا الحديث مشروعية صلاة الاستخارة وأن الإنسان ينبغي به إذا هم بأمر أن يستخير الله جل وعلا وإذا استخار الإنسان فإن كل قضاء إن يقدره الله له فهو الخير له حتى ولو كان كارها له حتى ولو لم يرى رؤيا فيه حتى ولو كان الإنسان قد ظن أن غيره أحسن منه وفي الحديث التعليم لإنسان الأذكار التي يقولها في مجريات حياته ومن ذلك تعليم الإنسان لدعاء الاستخارة وفي الحديث مشروعية أداء النوافل بركعتين وفي الحديث أن بعض الأذكار يؤكد على تعلمه كما يؤكد على تعلم سور القرآن ومن ذلك دعاء الاستخارة وفي الحديث من الفوائد توكل الإنسان على الله عز وجل واعتماده عليه سبحانه وتعالى وفي الحديث أن علم الله شامل للوقاع وأن قدرته مستوعبة لجميع ما يقع وفي الحديث التذكير بفضل الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وفي الحديث أن العبد ينبغي به أن يسأل الله خير ما يرد عليه في الحياة وفي الحياة ليكون سبب من أسباب أرود الخير له وانصراف الشر عنه في الحديث أيضاً سدل به بعض أهل العلم على أن الاستخارة ليس لها صلاة مستقلة وأن الاستخارة تفعل بعد أي ركعتين يركعهما الإنسان من النوافل مثل تحية المسجد أو السنن الرواتب أو الصلاة التي تكون قبل العصر أو صلاة الليل سدل بالحديث على أن دعاء الاستخارة لا يقال بعد الويتر فإن الويتر ركعة واحدة وفي الحديث قال فليركع ركعتين من غير الفريضة وقوله ثم ليقل ظاهره الوجوب لأنه فعل مضارع مسبوك بلام الأمر ولكن أهل العلم يرون أن هذا الأمر للاستحباب قالوا لأنه جاء لرفع توهم عدم مشروعية هذا الفعل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على أفعال أقدموا عليها قبل أن يستخيروا الله جل وعلا نعثابكم الله قال عن مورق قال قلت لابن عمار رضي الله عنه ما أتصلي الضحى قال لا قلت فعمار رضي الله عنه قال لا قلت فأبو بكر رضي الله عنه قال لا قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا إخاله في الحديث ذكروا صلاة الضحى وجمهر أهل العلم على استحباب أداء هذه الصلاة قد قال طائفة لأن من كان يصلي بالليل اكتفى بصلاة الليل عن صلاة الضحى والأمر بصلاة الضحى قد تتابعت عليه أحاديث كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا الدردى وأبا ذر وأبا هريرة رضي الله عنهم وقد جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه أنه صلى في الضحى أثابكم الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لأدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة ركعتي الضحى ونوم على وطر هذا الحديث من الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الضحى وعلى مشروعية المداومة عليها وقوله أوصاني خليلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت أي سأستمر عليها بإذن الله تعالى وفي الحديث استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقد ورد أن ذلك بمثابة صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها وفي الحديث مشروعية صلاة الضحى ومشروعية الاستمرار عليها استدل بالحديث على أن صلاة الضحى تكون بركعتين وهناك من أوصل صلاة الضحى إلى أن تكون بثماني ركعات فلقال بعضهم باثنين عشرات ركعة وعلى كل ففعل الإنسان للصلاة في الضحى من الأمور الطيبة التي يؤجر العبد عليها وفي الحديث مشروعية صلاة الوتر الترغيب في أدائها وعدم تركها لجميع الليالي وفي الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة بأن يؤدي صلاة الوتر قبل أن ينام وذلك أنه علم أن أبا هريرة يدارس العلم في ليله فكان ينام متأخرا ولذا خشي عليه من أن ينام قبل أن يوتر فأوصاه بالوتر قبل النوم أثابكم الله قال عن عبد الله بن زني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة في الحديث مشروعية التنفل بين أذان المغرب وإقامتها فقال بذلك الجمهور وهو قول مالك وأحمد وإحدى الروايتين أو أحد القولين عن الشافعي وعند الإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز أن يصلى قبل المغرب ويرى أن وقت النهي الذي يكون بعد صلاة العصر يستمر إلى صلاة المغرب وقول الجمهور أقوى لهذا الحديث ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد وقت النهي بكونه إلى قروب الشمس وبالتالي فهذا دليل على مشروعية سنة الضحاء القبلية ولكنها ليست سنة راتبة فإنها لو فاتت لم يشرع قضاؤها وقد ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة يعني بين كل أذان وإقامة وفي الحديث أن السنة القبلية قبل الظهر ليست بواجبة ليست بواجبة وإنما هي من المستحبات وقد قال بعض أهل العلم هذا الحديث دليل على عدم مشروعية المداومة على ركعتين قبل المغرب قد قال في هذا الخبر كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني طريقة يسيرون عليها أثابكم الله قال عن مرثد بن عبد الله هل يزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فما يمنعك الآن قال الشغل في هذا الحديث مشروعية الصلاة قبل المغرب بعد أذانها كما قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وفي الحديث فضل عقبة بن عامر وفي الحديث من الفوائد مشروعية الاستدلال بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم فإن عقبة بن عامر قال إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن من أنواع السنة نسبة الفعل المشهور إلى زمن النبوة فإنه لم يقل قال رسول الله أو فعل رسول الله وإنما قال كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أنواع السنة نسبة الفعل إلى زمن النبوة وفي الحديث أن سنة المغرب القبلية ليست بواجبة وأنه يجوز للإنسان تركها بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير جعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا من التقوى والإيمان وأن يجعلنا من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر